كم قصة وبداية قون ونبع هداية لكل نمر ذكرة وآية وحكاية وآية وحكاية مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية نورتم البرنامج ونورتم الكويت نحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المعين ما عذب هذه الآية يا شيخ بشاري وكلام ربنا سبحانه وكله عذب يا السلام تلك الدار الآخرة انظر أولا اسم الإشارة للبعيد تلك تلك هذا اسم إشارة للبعيد لأنها الآخرة عالية المنزلة جدا الله وربنا يدنيها ويجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض للذين لا يريدون بعدا عن عباده في الأرض ولا فسادا شوف التناسب سبحان الله تلك الدار الآخرة مريد الدار الآخرة ينبغي أن ينقي قلبه من الكبر نعم لأنه الكبر ما هو هو حب العلو في الدنيا حب العلو العلو على النظر العلو على العباد التزيي برداء الرب سبحانه الذي هو الكبر هذا رداء ربنا لا ينبغي أن يرتديه غيره سبحانه سبحانه إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال أطولا لماذا الكبر ثم الكبر أول معصية عسي الله بها هي المعصية التي كانت سببا لإبليس أن أخرج من الجنة أن أخرج من زمرة الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافر ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه كيف تأمر للذي هو خير أي خير أن يسجد للذي هو أدوان هذا أمر ليس واقعا موقعه منك يا رب العالمين هذا لسان حالي إبليس أنت كيف تأمر الأخير الذي هو إبليس أن يسجد للمفضول الذي هو آدم إذن لا أسجد هذا الأمر عندك لا يقع على وجه الحكمة الحكمة أن يسجد هو لي لأن أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين تكبرا نعم قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين أردت العلو نيلت الصغار نعم على أن شيخ بشاري هذه القضية التي زعمها إبليس ناقشه فيها علماء الإسلام أنا خير منه من أوائل من رأيت أنا من من ناقشه أبو علي اليوسي أحد أئمة المغاربة في القرن الحادي عشر ناقشه في زعمه أنه هو خير من آدم لأن النار خير من الطين فبيّن الشيخ رحمه الله أن النار ليست خيرا من الطين وعليه فإبليس ليست خيرا من آدم ثم ناقشه غير بعيدا الشيخ محمد الأمين الشنقطي رحمة الله عليه صاحب أدواء البيان أيضا ناقشه في تفسير هذه الآية من سورة العراف فالكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جناتها من كان في قلبه مثقال ذرة يا شيخ مشاري مثقال ذرة لا يمكن لا ترى بالعين المجردة لذقتها لصغرها متناهية في الصغر هذه المتناهية في الصغر كافية أن تمنع الإنسان من ورود رحمة الله فما ظنك بالقلب المملوء كبرا نسأل الله تعظم لابد الإنسان نقي يروي أهل الكتب والتواريخ عن جبلة بن الأيهم هذا كان آخر ملوك آل جفنة وكانوا يحكمون الشام فأسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم هو في طواف وطئ إزاره رجل من بني فزاره فلما وطئ إزاره التفت جبلته إلى ذلك الفزاري فلطمه فهشم أنفه كسر أنفه فذهب الفزاري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتكى جبله جاء عمر دعا جبله فلما أتي به إليه قال إما أن تستحله وإما أن تقيده ما عندك شيء إما أن ترى سبيلا تستحل بها يقولك الله سامح وإما أن تقيده فيلطمك يلطمك ويهشم أنفك كما لا تمتهوها تعجب جبله هذا ملك قبل قليل كان ملكا خلو كيف يشي هو أنفي كيف أن ملك وهو سوقه كأنه ليس أنا حالي يقول يا عمر أنت مجنون أنا أنا هذا قرأت مرة في كتاب لي أليكسوندر ديما هذا كتاب فرنسي من كتاب القرن 18 أو 19 يتحدث عن مرأها من النبلاء الفرنسيين الفرنسيات القدامة مما أدركت فرورة الفرنسية فتغيرت أحوال الناس وتفكيرها فرأت أن واحد من جمهور الشعب يكلمها ويرد عليها قالت كيف هذا تستغرب هي هي ليست معتادة على هذا تقول كيف هذا يكلمني هذا كان يحس بالشرف إذا طمته هكذا أنا أتصور جبله من الأيهم كيف هذا يهشم أنفلان يعني انفروض أن هذا يتشرف لما سيقال جبلة من الأيهم الذي لطمه وهشم أنفه فقال كيف أنا ملك وسوقه قال الإسلام قال جبلة كنت أظن أني في الإسلام أكون أعز مني في الجاهلية أنا إذا كنت في الجاهلية ملكان في الإسلام سأكون أكثر من هذا قال له عمر الإسلام سوى بينكما لا فضل لك عليه إلا بالتقوى أيضا طيب ما الحل؟ الحل هو ما تسمع إما أن تستحله إما أن تقيده فلما رأى جبله أنه لا مناص قال أتفكر في أمر الليلة ثم عن النار قال عمر طيب فلما كان بالليل ركب فرسه إذا هدأت هدأت سبيل ركب فرسه وتبعه من أطاعه من قومه وفر ورجع إلى الشام ودخل عند قيصر وتنصر ارتدعي الإسلام سبحان الله فجاء عند قيصر وأكرمه قيصر وآله لكن بعد مضي حقوة من الزمن ندم جبلة جدا جدا وقال أبيته المشورة تنصرت الأشراف من عارل طمت وما كان فيها لو صبرت لها ضرر لو صبرت هذا يكون لطمع ما يكون لها ضرر لو صبرت تنصرت الأشراف من عارل طمت وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور فيليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر ويليتني أرعى المخاض بقفرة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر وليقع سبب الكبر كبر الدار الآخرة جعلها ربنا الذين لا يريدون هذا الكبر لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون الفساد مما يتعلق بهذه الآية ما وقع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما احتضر ابن عبد العزيز تتعلم أنه مات مسموما رضي الله في مدته تلك التي كان يعالج فيها السم في مرضه الذي مات فيه دخل عليه مسلمة ابن عبد الملك ابن عمه وأخو فاطمة زوجته فقاله يا أمير المؤمنين تركت أولادك لا عائلة لهم لم توصي ما عندك شيء أنت ولم توصي بهم إلى أحد فهذه مائة ألف دينار وصية لهم فقاله مسلمة جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وتركت لنا في الصالحين ذكرى فقالهم أدعوا لي بني فجأوا يزيدون على العشرة كلهم صغار فنظر إليهم فغروا رقت عينهم بالدموع وقال أفدي نفسي أفدي بني بنفسي صبية صغار تركتهم ولا عائلة لهم بلى قد تركت لكم خيارا كثير يا بني إنكم لن تلقوا رجلا من العرب أو من ذمتهم إلا ورأى لكم فضلا عليهم يا بني إني فكرت في أمري وأمركم فرأيت فنظرت إما أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة أو تستغنوا ويدخل أبوكم النار وكان أحب إلي أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة ثم قال أخرجوا عني فخرجوا جميعا وخرجت فاطمة وخرجت مسلمة وبقوا عند الباب فسمعه يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست وجوها إنس ولا وجوه جن ثم تلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا بسعدها والعاقبة للمتقين ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لأختي إن صاحبك قد قبط فكان ذاك آخر كلامه رحمه الله الله وهنا في الآية يا شيخ اقتران الكبر والمتكبرين بالفساد لأن الباعث على الفساد يا شيخ مشاري هو هذا الكبر ردوا الحق هو الكبر غمصوا الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطروا الحق بطروا الحق وغمصوا الناس ردوا الحق وازدراءوا الناس ازدراءوا الناس ازدراءهم وحقرهم استصغارهم وأن الإنسان يرى أنهم لا قدر لهم وأن القدر كله له هذا أبعد الناس عن الهداية شيخ إلا أن يتوب والله يتوب على من تاب الكبر يا شيخ مشاري مسقط من نظر الله مسقط من نظر الناس المتكبر أحمق يظن أنه بتكبره يصير كبيرا في نظر الناس شوف الفعل منه تكبّر تكبّر على وزن تفعّل تفعّل يعني تكلّف الكبر تصنّع يجتهد ليرى كبيرا وليس ببالغهم لا يرى كبيرا ومن خضع لك إنما يخضع لك خضوعا آنيا لشيء عندك واقتمرت فع ذلك الشيء الآن زال ذلك الخضوع كالمتشبّع بما لم يعطى وهو ليس كاء بل هو متشبّع بما لم يعطى نعم ها الكبرياء وهذا رضاء الرب سبحانه نعم من يعطى؟ من يزاحم مولانا فيه؟ وأن العاقبة ليست له والعاقبة المتقّي ومن التقوى تركو الكبر نعم وشوف التواضع به يحصل الرفعة الله هذه غريبة هذه نعم أنت تضع نفسك تخفضها وتزدرها وتحط منها هذا الحط منها يرفعة لك في عين الناس تبجيل وتعظيم وهذا الرفع لنفسك حط لك انظر إلى هذه الأمور التي تبين بأضدادها وإذن كشوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد أقرب أحواله إلى ربه عندما يحط عندما يضع أشمخ ما فيه في موطع الأقدام والنعال هذا رمز الكبر نعم لذلك المتكبّة دائما نشوف الآن في السماء والخاضع المتأطئ المتذلل لربه أرأي تقطو إنسان متذلل لربه يدعو ربه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان صلى الله عليه وسلم ذاق أنه يمس راقبته من شدة توضع لما أحدث ربنا له النعمة العظيمة أحدث له التوضع العظيم ربنا سبحانه يا رفاعنا حتى نكون أقرب منه عندما نكون أخفض شيء فهذا يدلك على السبيل التي نبغي أن تسلك لتكون لك الرفعة إذا سادة حتى الخلفاء الراشدون الناظر في سيارة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء على كل حال هؤلاء من القريش أنا أحدثك يا شيخ مشاري عمن الأطراف من دوس أبو هريرة أهل الصفة أهل الصفة ما عندهم ما يأكلون أضياف إذا جاء شيء ما جاء شيء مساكين أبو هريرة بعد ذلك يصير أميرة للمدينة يتمخط في الكتان هو يتعجبون نفسه يا شيخ مشاري بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان الله هذا التواضع أبني في الرفعة الرفعة عند الله الرفعة عند العباد اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم شكرا لكم فضيلة شيخ شكرا لكم شكرا لكم اممت لها شوق حياتي بين صلاة وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي